موسيقى كيد الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مركز الأخبار بتلزين سلطنة عمان نحييكم ونخدم لكم أخبار العاشرة أهلا بكم ونبدأها بأبرز العلوم السلطنة تشارك في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ في مدريد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان خلال لقائهما في طهران على أهمية استمرار المشاورات بين السلطنة وإيران مجلس الشورى يستعرض تثمين مجلس الوزراء لتوصياته حول أهمية الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية وفي أخبار الاقتصاد تتابعون انطلاق مهرجان مسقط يناير القادم واستمرار بعض فعالياته ومناشطه حتى نهاية 2020 تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد وتتابعون في الأخبار الرياضية منتخبنا الوطني ينهي شوط المباراة الأول متأخرا أمام شقيقه المنتخب السعودي بهدفين نظيفين وذلك في ختام مباريات دور المجموعة في خليج 24 بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ترأس مع علي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة وشؤون المناخية وفدر السلطنة في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بدأ اليوم في العاصمة الأسبانية مدريد ويستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري ويأتي تنظيم هذا الحدث لاتخاذ القطوات الحاسمة على إثر الاتفاق على المبادئ التوجهية لتنفيذ اتفاق باريس في الدولة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في بولندا العام الماضي حيث يتمثل أحد هذه الأهداف الرئيسة في استكمال العديد من المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ معركة من نوع آخر بدأت في العاصمة الإسبانية مدريد تتضاءل أمامها جميع المعارك التي يشهدها العالم وتضمحل أمامها الخلافات بين الدول لتقف أمام خيارين لا ثالثة لهما كما قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إما للصفاف معا في مواجهة أزمة التغير المناخي التي تمثل الخطر الأكبر على كوكب الأرض وفق إحصاءات أممية أو الاستسلام لها بينما يحترق الكوكب هناك خياران أمام العالم إما أن نعمل على معالجة أزمة التغير المناخي أو الاستسلام له على الدول أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يتم تذكرها على أنها الجيل الذي دفن رأسه في الرمال والذي تلاشى أمام احتراق الكوكب أم لا ما لم يتوقف العالم عن حرق الفحم فإنه سيتم القضاء على جميع جهودنا لمعالجة تغير المناخ ممثلون من مئتي دولة سيكثفون على مدى أسبوعين الجهود لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري حيث استهلت المحادثات باستعراض تأثيرات الواضحة لارتفاع درجة الحرارة على مدى العام الماضي حيث استعرت حرائق الغابات من القطب الشمالي إلى الأمازون وصولا إلى أستراليا بينما ضربت أعاصير مدمرة مناطق السوائية ربما لا يمضي العالم حتى الآن بالوتيرة التي نرغب فيها لكن أملي لا يزال في الشباب لديهم الشجاعة لرفع صوتهم وتذكيرنا بأننا ورثنا هذا الكوكب عن أباءنا وينبغي لنا أن نسلمه للأجيال القادمة ومن المقرر أن يتم خلال القمة وضع اللامسات الأخيرة للقواعد التي تحكم اتفاق باريس للمناخ تلك الاتفاقية التي لم توقعها روسيا وانسحبت منها الولايات المتحدة في خطوة تؤكد ما قاله غوتيريش حول نقص الإرادة السياسية العالمية في مواجهة الأزمة وتتضمن البنود التي ستضاف للاتفاق وضع نظام دولي فعال لبعاثات وتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر التي تعانيها من ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الأخرى المترتبة على تغير المناخ أكدت السلطنة وجمهورية إيران الإسلامية على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال لقاء مع اليوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في طهران نظيره الإيراني مع للوزير محمد جوادريف وبحث الجانبان خلال لقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين إيران والسلطنة والتطورات الإقليمية والدولية كما التقى مع اليوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع علي علي لاريغاني رئيس مجلس الشورى الإيراني وبحث معه أفق العلاقات بين السلطنة وإيران وسبل تطويرها يصل إلى البلاد غدا الثلاثاء صاحب اسمو الملكي الأمير وليام دوك تامبرج في زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة ودعما للتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين اطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء حول تقرير اللجنة الصحية والبيئية على رغبة المبدأة المقدمة بشأن إلزام إجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية قبل الزواج وخلال اجتماعه الدوري الثاني لدوري للعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة استعرض المجلس ويقرر مجلس الوزراء لمقترحه قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم إجراء الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية لطلبة وطالبات الدبلوم العام وتثمينه لذلك المقترح كما طلع المكتب على عدد من الموضوعات المهمة من بينها السؤال الموجه إلى معاني الوزير المسؤول عن شؤون المالية حول تأثيرات ناجمة من تأخير الدفعات المالية للمستفيدين في الشركات الكبيرة المتعاقدة مع الحكومة وانعكازها على المؤسسات الصغيرة المتوسطة نظمت وزارة الشؤون القانونية حلقة عمل حول القانون العماني بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية البريطانية الحلقة تناولت عدة محاور في القوانين والتشريعات واللوائح القانونية رأى فعاليات الافتتاح معا للدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة ومراجعة العقود التي تترتب عليها التزامات مالية تأتي بعد مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في القريدة الرسمية هذه التفاصيل جاءت في محاور حلقة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون القانونية هدف من الورشة هو التعريف بنظام القانوني في السلطنة وتتضمن الورشة عدة محاور أهمها مراحل سن التشريعات في عمان إضافة إلى آلية انضمام السلطنة إلى الاتفاقيات الدولية وطرق إبرام العقود الحكومية وأيضاً اختصاص ترشؤون القانونية في إصدار الفتاوى والآراء القانونية حلقة العمل هذه مهمة جداً لتبادل الخبرات والمهارات مع خبراء القانون العماني يمكننا أن نفهم بشكل جيد كيف تدار القوانين هنا في عمان وكيف تسخر من أجل تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي حلقة العمل هدفت بشكل عام إلى استعراض آلية مراقعة القوانين ودراستها للإسهام فكراً وقانوناً في تعريف العاملين في القطاعين العام والخاص بهذا المجال اتخاذ تدابير سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها في أجال مقبولة بما يعزز ثقة المتقاضين في القضاء أكد عليه فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء خلال ترأسه الانعقاد السنوي لعضاء التفتيش القضائي وتضمن الانعقاد تقديم عرض حول حصيلة إنجاز التفتيش القضائي خلال العام القضائي السابق واستعراض الشكاوى المقدمة للإدارة وموضوعها والإجراءات المتخذة بشأنها وحصيلة التفتيش على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الاتدائية والإجراءات المتخذة بشأن تطوير الأداء والتوحيد العمل القضائي قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وعصيب آخرون في قصف جوي شنه الطيران السوري بسوق شعبي في مدينة معارة النعمان بمحافظة إدلب شمال الغربي سوريا بحسب مصادر سورية وتشهد محافظة إدلب منذ يوم السبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية من جهة ومسلحي المعارضة من جهة ثانية ما أسفر عن مقتل العشرات من الطرفين أعلنت الصين التعليق الفوري للرسو المؤقت لسفن حربية أمريكية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على عدة منظمات أمريكية غير حكومية وأقلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوات شونينغ إن تعليق وفرض العقوبات يأتي ردا على إصدار الإدارة الأمريكية بشعات تدعم متظاهر هونغ كونغ وكان الرئيس الأمريكي دونالد شرامب قد وقع الأربعاء الماضي مشروعي قانون لدعب المتظاهرين ضد الحكومة في هونغ كونغ في ظل تزايد سوء العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب الاحتجاجات والخلاف التجاري أجلت سلطات الفلبين عشرات الألاف من الأشخاص إلى مراكز إوا وأمرت بإغلاق مؤقت لمطار مانيلا الدولي كإجراء وقائي تحسبا لوصول الإعصار كاموري وقامت السلطات الفلبينية بوقف عمليات الإبحار بسبب الأمواج الهائجة ما تسبب في تقطع السبب أكثر من أربعة ألاف في المواني بمنطقة بيكول وجرى في بعض المدن إغلاق مدارس ومنح الموظفين يومي عطلة بعد تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار والعواصف التي يمكن أن تضرب المناطق الساحلية شرق الفلبين هذه النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعض الفاصل معالم حضارية وتاريخية وواقع طبيعية فتميز بها نيابة بارك الموز بولاية نزوار اشتركوا في القناة السلطنة تشارك في المؤتمر الخامس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناطق في مدريس ألن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ووزير الخارجية الإيرانية يؤكدان خلال لقائهما في طهران على أهمية استمرار المشاورات بين السلطنة وإيران مجلس الشورى يستعرض تثمين مجلس الوزراء لتوصياته حول أهمية الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية مرحبا بكم من جليدة قامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السلطنة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات وقد حضر الحفلة صاحب السمو السيد فاتك بن فهر السعيد كما حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والإعلاميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمعتمدين لدى السلطنة وخلال الحفل ألقى سعادة السفير محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المعتمد لدى السلطنة كلمة أشاد فيها بالعلاقات العمانية الإماراتية في مختلف المجالات مؤكدا أن البلدين تعملان بشكل مستمر على تطوير التعاون المشترك بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الشقيقين هذا وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بيومها الوطني الثامن والأربعين وتشارك السلطنة شقيقتها دولة الإمارات هذه الاحتفالات وذلك تتويجا لعلاقاتهم الأخوية التي تزداد رسوخا وقوة في ظل الرعاية والاهتمام من قيادتي البلدين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد الهيان في الثاني من ديسمبر من كل عام تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني في احتفاء بمسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان الهيان وإخوانه حكام الإمارات وتحل هذا العام الذكرى الثامنة والأربعون لهذه المسيرة التي حققت إنجازات تنموية على جميع الأصعدة وتمكنت من إقامة علاقات وثيقة مع مختلف دول العالم نحن اليوم في هذه الذكرى الطيبة تمر علينا السنين والإمارات الحمد لله تتقدم من مرحلة إلى مرحلة مما جعلتها تسابق دول العالم والإنجازات التي حققتها هذه الدولة لا تحصى ولا تعد وترتبط السلطنة ودولة الإمارات بعلاقات أخوية وروابط متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات تستند إلى عوامل الجغرافيا والتاريخ وأواصر القربة ويعززها الاهتمام والرعاية من قيادتي البلدين بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حافظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان نحن الحمد لله نفخر في هذه العلاقة الطيبة التي يحرص عليها قادتنا يحرص عليها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وكذلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وحرصهم الكبير على تعزيز هذه العلاقة وتمكينها وترجمة لذلك شاركت السلطنة في احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة معبرة عن فرحتها واعتزازها بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تميز وتطور هذه المشاركة تأتي النبع المحبة والتواصل بين دولتين الشقيقين سرني أن أشكر الشعب العماني وعلى رسم جلالة السلطان قابوس على هذه الأفتة الكريمة والمبادرات الطيبة متمنية للشعبين كل ازدهار وتقدم وتتطلع السلطنة والإمارات إلى تعزيز علاقاتهما وتعاونهما المشترك وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يلبي تطلعات البلدين ويعود على شعبي البلدين بالرخاء والأمن والاستقرار احتفل في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بتتاحي مركز التوحد الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة جسور المشروع تم تجهزه بأحدث الأجهزة والمرافق الخاصة لرعاية وتأهيل الأطفال المرضى بالطراب التوحد في ولايات محافظة شمال الباطنة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تجسدت واقعا في تجشين مركز التوحد بصحار الذي جاء بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة جسور كواحد من المشاريع الاجتماعية التي مولها القطاع الخاص وفق مبدأ الاستدامة والنفع العام اضطراب طيف التوحد أصبح ظاهرة منتشرة في كثير من محافظات السلطنة وبالتعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص استطاعت الوزارة إنشاء هذا المركز وتم افتتاحه هذا اليوم وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة سيتم افتتاح عدد من الوحدات والمراكز التي تعنى بطيف التوحد التكلفة الإجمالية للمركز بلغت نحو 470 ألف ريال عماني بتمويل من شركات أوربيك وصحار ألمنيوم وفالي حيث تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والمرافق الكفيلة بتأهيل ورعاية هؤلاء الأطفال الآن المبنى الحديث بالخدمات الموجودة مع الخصائيين الموجودين في المركز استطاعوا أن يقدموا الخدمات المساندة لأطفال التوحدين بطريق أفضل هذا نحن كولياء الأمور لمسناه من خلال التطور اللي لاحظناه مع سلوكيات أطفالنا في الفترة الوجيزة اللي بدأوا في المركز بالمبنى الجديد يتكون المشروع من قاعات للتكامل الحسي والوظيفي والتخاطب والتربية الخاصة وقاعات الحاسوب والرياضة وغيرها من المرافق الأخرى التي جهزت لخدمة ما يصل إلى 140 طفلا من ولايات محافظة شمال الباطنة إنشاء هذا المركز المتخصص لخدمة أطفال التوحد يأتي ضمن جهود السلطانة الساعية إلى توفير البيئة الصحية والرعاية المثالية لمرض الطراب التوحد من ولايات صحار بمحافظة شمال الباطنة علي بن سالم البادي نفذ الجيش السلطاني العماني ممثلا بقوات الفراق البيانة العملي لتمرين الدرع الحصين واحد بحضور عدد من كبار الضباط وضباط القوات أو قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية الأخرى هذا التمرين جاء برعاية اللوار كون مطار بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني قوات الفراق بالجيش السلطاني العماني شهدت تطورا كبيرا في التنظيم والتسليح وبما زودت به من منشآت ومرافق خدمية ووسائل الاتصالات المتطورة مما مكنها من الوفاء بمتطلباتها العملياتية وواجباتها الوطنية والتكيف مع استراتيجية بناء المنظومة العسكرية العمانية المتكاملة سواء من خلال إجراء التحديثات لنمط الوحدات وتطويرها أو من خلال استحداث تشكيلات متخصصة ومحترفة قادرة على الحفاظ على أمن الوطن الغالي وصون منجزات النهضة العمانية الحديثة تعمل قوات الفرق الوطنية الباسلة جنبا إلى جنب مع باقي تشكيلات ووحدات الجيش السلطاني العماني وفقا لمهامها وواجباتها الوطنية الرائدة في كل بقعة من أرض هذا الوطن الطاهر في ربوع عماننا الغالية والإسهام في الذود عن حياضه ومكتسباته المتعددة ومنجزاته المتنوعة فقد نفذ التمرين التعبوي الدرع الحسين واحد على مرحلتين المرحلة الأولى بدأ بالإعداد والتخطيط ثم المرحلة الثانية بدأ بتنفيذ فقد توجه هذا التمرين بالبيان العملي الذي أثبت فيه الأفراد الكفاءة والروح المعنوية العالية التمرين الدورية التي تنفذها قوات الفرق بالجيش السلطاني العماني تأتي كإحدى ركائز الأساسية لإدامة مستويات القاهزية العالية لمنتسبيها في كل الأحوال والظروف حيث ياتي التمرين الدرع الحسين واحد وهو أحد هذه التمرين المهمة للحفاظ على مستويات القوة والقاهزية التي يتمتع بها متسب قوات الفرق تم بحمد الله وتوفيقه تنفيذ التمرين التعبوي الدرع الحسين واحد وذلك بهدف التدريب والتاهيل وصقل مواهب هؤلاء الرجال والوصول بهم إلى الاحترافية في القتال ورفع الكفاءات العملياتية نشارك سلاح الجو السلطاني العماني في تمرين الدرع الحسين واحد بطارة عمودية لتتمثل في عمليات الإبرار الجوي وعمليات الأخلاء الطبي كما يسمى هذا التمرين في رفع الكفاءة العملياتية للأطقم القوية والإجهزة والمعدات ويعزز التدريب المشترك يأتي هذا التمرين تأكيد لمداحر قيادة القيش السلطاني العماني على أهمية قوات الفرق وما تقوم به من مهام وطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار جنبا إلى جنب مع باقي وحدات وتشكيلات القيش السلطاني العماني من محافظة الضفار الملازم أول سعيد بن سليمان السعدي بناء القدرات البشرية وتعزيز جاهزيتها في مجال مكافحة الحوادث البيولوجية أهم أهداف حلقة العمل التي بعنوان مكافحة الحوادث البيولوجية والتي تنظمها الشرطة عمان السلطانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول الحلقة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة مثل هذه الجرائم العابرة للحدود وتبادل الخبرات في هذا المجال في إطار التعاون الدائم بين شرطة عمان السلطانية والمنظمة الدولية لشرطة الجنائية الانتربول نظمت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية حلقة عمل حول الأمن البيولوجي بالتعاون مع المنظمة الدولية لشرطة الجنائية بيهدف مصروع بايوسيف لبناء القدرات التدريبية في مجال مكافحة الإرهاب البايولوجي بالتعاون مع السلطنة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أهم أهداف المصروع هو بناء فريق وطني يعمل على مواجهة الحوادث البايولوجية في حال وقوعها والتنسيق مع كافة القطاعات الدولة ويكون حلقة الوصل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في حال وقوع حوادث بايولوجية حلقة العمل تضمنت جلسات نقاشية مع عدد من مختصين في مجال الأمن البيولوجي وقدمت المنظمة الدولية لشرطة الجنائية التجارب المستفادة من كيفية التعامل مع حوادث الأمن البيولوجي والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع هذا النوع من الحوادث هذه المبادرة التي هي البايوسيف تأتي نتيجة التعاون الوثيق مع بين شرطة عمان السلطانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول بهدف تعزيز جاهزية الأجهزة المختصة بالسلطنة لكيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث الخاصة بالأمن البيولوجي وتسعى طبعا شرطة عمان السلطانية في هذا الجانب الاستفادة من خبرات هذه المنظمة والدول المنظمة إليها حلقة العمل هذه تهتف إلى تعزيز إجراءات التعامل مع حوادث الأمن البيولوجي من خلال التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية الأنتربول في كيفية التعامل والتصدي لمثل هذا النوع من الحوادث الرائد حمد بنهاشي القريني مصقط استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة للعمل في شرطة عمان السلطانية وتمكنت شرطة عمان السلطانية خلال السنوات القليلة الماضية لاستقبال وتدريب وتأهيد آلاف المواطنين ضمن خطة القيادة العامة للشرطة عمان السلطانية في هذا الصدد بعد أن اقتازوا الاختبارات التحريرية والرياضية والفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية دفعة جديدة من المواطنين تستقبلها أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة للعمل في شرطة عمان السلطانية خدمة لهذا الوطن المعطاء تزامن إرسال هذه الدفعة من المواطنين مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد استمرارا لنهج شرطة عمان السلطانية في توظيف الكوادر الوطنية لتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها شرطة عمان السلطانية معارف أساسية في علوم الشرطة والقانون والإسعافات الأولية سيتلقاها هؤلاء الملتحقون بالعمل الشرطي إلى جانب التطبيقات العملية الحمد لله رب العالمين التعكد اليوم بالعمل في شرطة عمان السلطانية ومستعد لفترة تدريب وسأكون مخلصا لجلالة السلطان وسأحترم كوانين هذا البلد وأنظمتها وحافظ عليها وعمل بها إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بعد اكتيازنا اختبارات اللياقة البدنية والفحوصات الطبية تم اختيارنا لخدمة هذا الوطن المعطاء واليوم هو اليوم الختامي لإنهاء إجراءات التوظيف والحمد لله رب العالمين العمل في شرطة عمان السلطانية تشريف وتكليفه نفس الوقت والحمد لله حزات على هذه الوظيفة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإن شاء الله أكون قد المسؤولين الحمد لله توظف في شرطة عمان السلطانية بعد أن نهيت كافة قراءات تعيين وتشرف بخدمة وطن الغالة عمان وإحنا قدها إن شاء الله يأتي إرسال هذه الدفعة إنفاذا لخطة القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية في استقبال المواطنين والمواطنات من كافة محافظات السلطنة للمساهمة في بناء وطنهم هؤلاء الملتحقون بالعمل في شرطة عمان السلطانية عاهدوا الله والوطن والسلطان أن يكونوا حماة حق والعين الساهرة على أمن ومقدرات الوطن الرقيب سيف بن راشد الشهومي من مبنى إدارة التوظيف بالوطية مسقط نتحول الآن إلى أخبار الاقتصادية مع الشعطان تدعو هيئة تنظيم الكهرباء المشتركين في محافظة مسقط الراغبين بتركيب أنظمة الألواح الشمسية في منازلهم التسجيل في المبادرات الوطنية لطاقة المتجددة ساهم عبر الرابط ساهم.aer.om شكرا يوسف أهلا بكم فعاليات ومناشط مهرجان مسقط لعام 2020 أبرز ما اطلع عليه اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط وأوضح الاجتماع أن مهرجان مسقط سيقام في السادس عشر من يناير إلى الخامس عشر من فبراير مع استمرار فعاليات ومناشط أخرى إلى نهاية عام 2020 لتتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد واطلع الاجتماع على مختلف المشاريع الاستثمارية والتطوير الاقتصادي التي تعتزم بلدية مسقط تنفيذها في الولايات وتسليط الضوء على مخاطر الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر ومقترح إنشاء مشروع إقامة الأسواق الليلية المزمع إقامته بمحافظة مسقط كما استعرض الاجتماع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وإجاد الحلول لبعض المشكلات الاجتماعية والصحية وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية فاقية إسناد مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء صيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى مع شركة رينادي سأي وشركة للاستشارات الهندسية الاتفاقية تهدف إلى استغلال الموارد السمكية ببحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري والساحلي وقوارب الصيد المتطورة وتمكن الصيادين العمانيين من استغلال الموارد من خلال استكمال البنية الأساسية وإنشاء موانئ متعددة الأغراض وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية ومن جانب الشركة لورنزو نيكولاي المدير العام للشركة وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية فاقية تعاون مع أحدى شركات القطاع الخاص لدعم مشروع سوق الأسماك بولاية محوت بمحافظة الوسطى ويتكون السوق من 14 طاولة بيع و6 طاولات تقطيع ومكاتب إدارية ومخزن تبريد ووحدة إنتاج الثلج ومحلات تجارية ومرافق خدمية أخرى وقع الاتفاقية سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية لتحسين وتسهيل عمليات منح الاتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية وقع مركز عمان للمعلومات الاتمانية والمالية اتفاقية عضوية مع بنك عمان العربي وبنك نزوة وستمكن هذه الاتفاقية البنوك من الحصول على تقارير مالية لغرض التمويل عبر منصة دقيقة ومتخصصة يديرها المركز وسيقدم المركز لأعضائه عددا من المزايا من خلال منصته مثل تقييم مخاطر الاتمان وتقييم ممتلكات العملاء بما في ذلك العقارات والسيارات بهذا انتهت النشر الاقتصادية وعودة لزملاء يوسف ولجينة تدعو هيئة تنظيم الكهرباء المشتركين في محافظة مسقاط الراغبين بتركيب انظمة الالواح الشمسية في منازلهم التسجيل في المبادرات الوطنية لطاقة المتجددة ساهم عبر الرابط ساهم.aer.om شكرا نشاثا استعرضت هيئة تنظيم الكهرباء خلال مؤتمر صحفي أفضل الممارسات العالمية لدخل المركبات الكهربائية الخفيفة لأسوق المحلي المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المختصين والخبراء ناقش جاهزية لهيئة لطرح المشروع وتوفير البنية الأساسية له يعتبر مشروع السيارات الكهربائية أحد استثمارات الطاقة النظيفة والتي ستعمل على التقليل من انبعاثات ثانيوكسيد الكربون والتلوث الضوضائي وتحسين جودة الهواء وحول هذا المشروع عقدت هيئة تنظيم الكهرباء مؤتمرا صحفيا لمناقشة التوصيات والمقترحات المتعلقة بطرح السيارات الكهربائية في السلطنة تكنولوجيا في البطارية تتطور بشكل كبير فكلفة هذه السيارات فيها تخفيض كبير في هذه الكلفة في الوقت الحالي ونرى أيضا في 2021 تصبح هذه السيارات في متناول المجتمع في أعمان بشكل عام المؤتمر الذي شارك فيه نخبة بين المختصين والخبراء في بجال الطاقة جاء لتوضيح أهم ما جاء في التقرير الصادر عن الهيئة والشركة الاستشارية في عام 2018 حول أفضل الممارسات العالمية لإدخال المركبات الكهربائية الخفيفة للسوق المحلي لقد وجدت دراستنا الاستشارية أن السيارات الكهربائية يتوقع أن تكون مجدية اقتصاديا في عمان وذلك لزيادة سعة بطاريات السيارات الكهربائية ومن المتوقع أن يصل مدى القيادة إلى 600 كم مستقبلا يهدف مشروعنا بشكل رئيسي لدعم هيئة تنظيم الكهرباء في عمان والتي تود ضمان شركة التوزيع والتزويد لدعم طرح السيارات أما فيما يخص جهوزية هيئة تنظيم الكهرباء لاحتضار هذا المشروع وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها أكدت الهيئة استعدادها لدعم وتطوير هذه التكنولوجيا المتقدمة وقدرة قطاع الكهرباء بالسلطنة توفير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات في الطرقات والأسواق مع السماح للراغبيد في شحن سياراتهم في البنزل وتسهيل الجوانب التنظيمية في هذا المجال وننتقل بحضراتكم إلى الأخبار الرياضية مع مزول الحسنية شكرا لجينا أهلا بكم مشاهدين يلعب منتخبنا الوطن الأول في هذه الأثناء مباراته الأخيرة في الدور الأول بكأس الخليج الرابعة والعشرين في العاصمة القطرية الدوحة ومع انتهاء الشوط الأول بنتيجة هدفين للمنتخب السعودي دون رد لمنتخبنا تشير نتيجة شوط المبارات الثاني حتى الآن إلى تفوق المنتخب السعودي رافق المنتخب القطري شقيقه العراقي إلى دور الأربعة بعد أن حسم بطاقة التأخل الثانية للمجموعة الخليجية الأولى بتغلبه على المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف لهدفين أكرم عفيف أعطى الأفضلية لقطر بتسجيله لهدفين الأول والثاني بعدها قلص المنتخب الإماراتي النتيجة بواسطة علي مبخوت من نقطة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدفين هدف وحيد وفي الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني عزز حسن الهيدوس النتيجة للعنابي القطري بالهدف الثالث إلا أن مبخوت الإمارات عاد ليقلص الفارق مرة أخرى للأبيض الإماراتي بإحرازه الهدف الثاني وفي الثواني الأخير من الوقت بدل الضائع للشوط استغل خوخي بوعلام ركنية سجل من خلالها الهدف الرابع لقطر يطلق حكم المباراة صافرته معلنا تأخل المنتخب القطري قوصيف للمجموعة الأولى بالست نقاط رفقة المنتخب العراقي الذي تأهل مبكرا وجاء على رأس المجموعة بسبع نقاط حيث تعادل مع شقيقه المنتخب اليمني سلبيا دون أهداء تقام يوم غد الثلاثة مباراة كأس السوفر والتي تجمع نادي أسي بطل دور الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ونادي الكامل والوافي وصيف بطل درع وزارة الشؤون الرياضية للموسم 2019 وتقام المباراة بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر في الساعة السادسة مساء بعد أن تم تأجيلها لاعتراض نادي صحار عن تسجيل بعض من لاعبي في أندية أخرى وجاء وصول ناديي أسيب والكامل والوافي لمباراة كأس السوفر بعد فوز نادي أسيب على نادي السلام بثلاثة أشواط نظيفة في نهاي دور الدرجة الأولى وتتويجه ببطولة بالدور إضافة إلى فوزه ببطولة الدرع الوزارة بعد أن حقق الفوز في النهاي على نادي الكامل والوافي أيضا بثلاثة أشواط مقابل أشواط وحيد ليصعد الفريقان لمباراة كأس السوفر جرت في هونغ كونغ مراسم حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوية نسخة 2019 حيث فاز لاعب المنتخب القطري الأول أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في فئة الرجال بينما ضفرت اليابانية ساكي كوماغاي بجائزة السيدات أكرم عفيف ساهم في فوز المنتخب القطري ببطولة الأمم الأسوية للمرة الأولى في تاريخه والتي جرت في دولة الإمارات بعدما فاز في المباراة النهائية على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل أهدف وحيد كما وصل مع ناديه السد إلى نصف نهاء دور أبطال آسيا قبل أن يخرج على يد بطل البطولة نادي الهلال السعودي ولعبة اليابانية دورا في وصول منتخب بلادها لكأس العالم للسيدات سيفعل المكسيكي أندري رويز كل شيء ممكن على حد تعبيره من أجل الاحتفاظ بأحزمة لقبه في الوزن الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية واتحاد الملاكمة الدولي ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية حينما يواجه في النزال المرتقب بمباراة الإعادة منافسه البريطاني أنتوني أنتوني جوشوا في الدرعية بالمملكة العربية السعودية وكان جوشوا قد خسر حزامه بطريقة مثيرة لصالح أندي رويز حينما تم إيقافه في الجولة السابعة من لقائهما الأول في ماديسون سكوير جاردن بنيويورك في الأول من يونيو الماضي مباراة الإعادة والتي سميت بصدامة تلال ستجرى في حلبة الدرعية التي تم إنشاؤها خصيصا لهذه المناسبة بجانب كونها منطقة ترفيح للمشجعين بإمكانهم فيها ممارسة التزلج على الجليد والقفز المظلي والتزلج على الماء ضمن نشاطات أخرى فازت الفلبين بالذهب في منافستي كرة أستلة ثلاثة ضد ثلاثة للرجال والسيدات وذلك ضمن منافسات دورة ألعاب جنوب شرق آسيا في مانيلا ففي منافسة الرجال تمكنت الفلبين من الفوز على أندونيسيا بنتيجة 21 مقابل 9 نقاط لتحصد الذهبية بينما فازت فيتنام بالبرونزية بعد تغلبها على تايلاند وفي فئة السيدات تغلبت الفلبين على تايلاند في مباراة متقاربة لتحصد على الميدالية الذهبية بينما كسبت ماليزيا البرونزية بعد فوزها على فيتنام سجل غوردن دراجيتش 24 نقطة ليقود ميامي هيت للانتصار على مضيف بروكلين نتسى بـ 190 نقاط مقابل 106 نقاط في لقائهما بدور الرابطة الأمريكية لكرة السلة ميامي هيت استعانى بأداء قوي من معظم نجومه وعلى رأسهم دراجيتش وجيمي باتلر الذي سجل 20 نقطة في الليلة ليساهم في فوز الفريق الزائر بالمباراة هذا الفوز هو الرابع عشر لميامي هيت من 19 مباراة بينما ضاهت هزائم بروكلين نتس انتصاراته بالهزيمة العاشرة من 20 مباراة بيعت سيارتان من سيارات أسطورة الفورميلا وان الألماني مايكل شماخر في مزاد قبل سباق الجائزة الكبرى الختامي 2019 لفورميلا وان بأبوظ بسيارة شماخر فيراري اف توثاوزن تو طراز توثاوزن تو والتي فاز بها الألماني بلقبه الخامس من أصل سبع بطولات عالم والثالثة ضمن خمس بطولات مع المصنع الإيطالي وسيارة بينتون بـ 192 طراز 1992 الفريق الذي فاز ببطولتي السائقين عامي 1994 و95 بيعتا في مزاد سثبي بنحو 6 ملايين دولار كما بيع مجسم موقع من السائقين الذين تنافسوا في موسم 2019 الفورميلا وان بمبلغ 40 ألف دولار إذا المشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة وعود الآن إلى الزملاء شكرا مزون توضح تحاليل المركز الوطني الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشكل منخفض مدارين جنوب غرب بحر العرب اليوم وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 17 إلى 27 عقدة ويتمركز على خط عرض خمس درجات شمالا وخط طول خمسة وخمسين درجة شرقا ويبعد عن سواحل الجمهورية الصومالية حوالي 700 كم وتشير آخر خرائط التنبوات العدديها إلى احتمال تحرك من خفض المداري باتجاه الغرب إلى الجنوب الغربي نحو سواحل الجمهورية الصومالية مع احتمال تعمقه إلى من خفض مداري عميق خلال 24 الساعة القادمة دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة ومن محتمل أن يكون البحر متوسطا إلى هائج الموج على سواحل محافظة الضفار ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار ويوصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مداري الساعة وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني إلى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها نيابة بركة الموز بولاية نزوة تعتبر وجهة سياحية فريدة يقصدها السياح والزوار من داخل السلطنة وخارجها لما تتميز به من معالمة طبيعية وتاريخية وأثرية تشهد النيابة منجزات حضارية وتنموية متنوعة مما يجعلها أموذجا فريدا يجذب اهتمام السياح التفاصيل في التقرير التالي معالم طبيعية وتاريخية وأثرية تزخر بها نيابة بركة الموز بولاية نزوة جعلها وجهة سياحية فريدة يقصدها السياح من داخل السلطنة وخارجها كحصن بيت الرديدة الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر الميلادي والذي حول إلى متحف يحكي التدرج التاريخي للأسلحة التقليدية في سلطنة عمان وحارة السيباني المتربعة على مرتفع صخري محاذ لسفوح الجبل الأخضر ومسجد العاربة بتاريخه ونموذجه المعماري الفريد الذي امتد لأكثر من ثلاثمائة عام وأبراج أثرية تحكي الماضي العريق لهذه النيابة بركة الموز قرية من القرى التابعة لولاية نزوة وهي نيابة من النيابات تتميز بركة الموز بموقعها القراءة في الجمين كونها تقع على سفوح الجبل الأخضر تشتهر بركة الموز بعدة مقومات سياحية أول هذه المقومات فلق الخطمين تتميز أيضا بركة الموز بعدة معالم أخرى منها حصن بيتر ديدا وهو من الحصون المهمة القديمة وتم ترميمه في العهد الزاهر وكما تم افتتاح متحف للأسلحة فيه تتميز أيضا بركة الموز بالحارات القديمة كحارة السيباني وهي من الحارات المهمة تقع على سفح الجبل ويتخللها الفلق الخطمين فلق الخطمين المحاذي لبيت الرديدة ومسجد العاربة يعد من أشهر وأخصب الأفلاج العمانية والذي تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2006 وذلك للمكانة التاريخية التي يتبوأها وتميزه بنظام مائي فريد من نوعه أبدع فيه العمانيون كأقدم هندسة ري منذ ما يزيد عن ألفي عام فلق الخطمين من الأفلاق الداودية قام ببنائه الإمام سلطان بن سيف اليعربي يتميز فلق الخطمين بغزارة المياه وتبعد أم الفلق عن شريعة الفلق ما يخرب من كيلوين ونصد قريبا يتميز هذا الفلق أيضا بالتقسيم فهو ينقسم إلى ثلاثة أخسام فلق خطمه هو الفلق الوحيد في البلد نيابة بركة الموز بولاية نزوة تعتبر من المواقع السياحية والأثرية التي يقصدها السياح من داخل السلطنة وخارجها لما تتميز به هذه النيابة من مقاومات سياحية جميلة وباعتبارها بوابة للجبل الأخضر المحافظة الداخلية علي بن جمع الريامي ولاية نزوة وفي ختام هذه النشرة نذكر بعناوينها السلطنة تشارك في المؤتمر الفامس والعشرين للأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان خلال لقائهما في طهران على أهمية استمرار المشاورات بين السلطنة وإيران مجلس الشورى يستعرض وتثمين مجلس الوزراء لتوصياته حول أهمية الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية في ختام نشرتنا هذه التحيات فريق العمل في مركز الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة